وإلى أخبارنا المصرية أيضا حيث أكد نائب وزير الخارجية والمبعوث الشخصي للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخايل بوكدانوف أن مصر حليف أساسي لروسيا في الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي وفي تصريحات خاصة لبرنامج رأي عام بقناة تين أشار بوكدانوف أن هناك تبادل للزيارات بين مصر وروسيا على مستوى الخبراء في الطيران المدني والسياحة والأمن من أجل عودة السياحة الروسية لمصر وأضف أنه يتمنى عودة السياحة الروسية لمصر والطيران المباشر مرة أخرى